بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين للوفاء والبيعة أكد غبطة بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردني وفلسطين تيوفيلوس الثالث البيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والوفاء لباني الأردني جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال وقال في بيان أصدره بهذه المناسبة لن ننسى مساعي جلالته لتثبيت استمرارية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة وحمل قضاياهم وأوقافهم وعقاراتهم إضافة إلى مواقف كثيرة تعكس الحرص والاهتمام بما تقوم به الكنائس ليغدو الهواشم دائما تجسيدا حيا للعلاقة بين المسلمين والمسيحيين وصمام أمان الوجود المسيحي في هذه الأرض المقدسة منطلقين من إرث عظيما لقيم العيش المشترك بين الشعوب والتأخي والحوار بين أتباع الأديان ودعا غبطته في ختام البيان بأن يحفظ الله الأردن وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية وأن يبقى واحة الأمن والإطمئنان في المنطقة وأن تبقى الأسرة الأردنية الواحدة نموذجا حيا للعالم بأسره في الوئام والمحبة والإخاء